ترجمة نانسي قنقر وزير الاهتمام الموجه لفئة الشباب على الصعيد الدولي خاصة في مجال التنمية الحضارية الذي يأتي في مقدمة الأولويات الأممية والحكومية على المستوى العالمي مشيرا إلى أن العنصر الشبابي يعد رأس المال الحقيقي للمستقبل ومنوها بما تحدى به مملكة البحرين من إشادات واسعة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك في ظل اهتمامها المستمر بالتنمية الحضارية ترجمة نانسي قنقر